لم تبتعد كثيرا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هانس بلاسخارت عن الحقيقة في الإحاطة التي قدمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في العراق لتسلط الضوء فيها على القضية الأخطر التي يدفع العراقيون ثمنا كبيرا بسببها وهي الميليشيات الطائفية وأنشطتها الإجرامية وانعكاسات ذلك على مجمع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وبالتأكيد فإن النازحين النصيب الأكبر من المعاناة والألم أمر آخر يسيطر على المشهد الأمني هو وجود جهات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة هذه الأنشطة تقود سلطة الدولة وتضر بالضعفاء في المجتمع وتضعف الاقتصاد وللأسف كذلك تمنع العودة السلمية للنازحين كثير من النازحين يواصلوا مواجهة عوائق جديدة من أجل العودة وهذه تشمل عدم وجود وثائق مدنية وحالة أمنية غير مستقرة بسبب اشتباكات بين جمعات مسلحة وتشمل كذلك ديار منهارة وملوثة وكذلك حالة تمييز أي أن العوائق متنوعة ومعقدة ومترابطة ومؤلمة كذلك آفة الفساد التي تغلغلت في جميع مفاصل الدولة برعاية من يحكمون البلاد الآن كان لزاما أن يتم التطرق إليها في الإحاطة الأممية حيث أكدت بلاسخارت أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة التي تقف عائقا أمام نمو وتطور العراق واقتصاده فمن الضروري أن نتحدث عن الفساد المنتشر في كل العراق الفساد يسلب المال الذي يفترض أن ينفق على خدمات عامة ويستخدم ويذهب إلى ملكية خاصة وينهب ويدر بالتنمية وتوليد فرص العمل نقص المياه والواقع الخدمي المتردي والاحتجاجات الشعبية التي تدلع بين الحين والآخر في الجنوب من جراء ذلك والصراع الدائر بين الكتل السياسية من أجل الحصول على المناصب العليا وتغليب المصالح الحزبية على صالح البلاد وغيرها من الأزمات والمعضلات والمصائب التي حلت على البلاد بعد احتلالها عام 2003 تم ذكرها في الإحاطة الأممية وبالطبع فالقائمة تطول في عراق اليوم